بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الأطايب الأماجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا وإياكم أعزائي في رحاب منهاج الصالحين للمرجع العظيم الكبير السيد علي الحسين السستاني وكنا وما زلنا في مبحث الصلاة والآن وصلنا كما تعلمون إلى المقصد الخامس في أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث قلنا المبحث الأول الأذان والإقامة وفيه فصول قدمنا الفصل الأول وعطينا المسألة خمسمائة وسبعة وستين وطولنا فيهم لأهمية الصلاة وأهمية الأذان والإقامة واليوم يا إخوان لح نشرع في المسألة خمسمائة وثمائة وستين حيث يقول المصنف في هذه المسألة يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد هذه الموارد لح تتخذ على شكل أول وثاني وثالث لح نستعرضها بخدمتكم إن شاء الله ونسأل الله لنا ولكم التوفيق طبعا نحن في هذه الأمور لا بد من أن ندعم المطالب بشيء من الروايات ليحصل الاستئناس بهذه المطالب وإلا فينا نقرأها ونرد الضمائر ونمشي بسرعة ولكن لا يكون هذا الغايل الأفضل بنظر القاصر لهذه المطالب الأول يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد إذن وفي سقوط الأذان والإقامة أول شيء الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وصلت أني على المسجد المؤمنون في خلف الإمام وعما يصلوا وأنا أريد أن أدخل في الجماعة هون يسقط الأذان والإقامة لأن الجماعة قبل أن تقام إمام الجماعة أو أحد المصلين خلف الإمام يتولون أمر الإقامة والأذان وأقامه وإن لم يسمع الأذان بتقول لي ما هو ما سمع الأذان مرة يصل إلى المسجد متأخرا الجماعة عما يأذنوا ويقيموا وأنا أسمع أثناء دخولي إلى المسجد ذهبت لي كي أقوم بالوضوء أو قضاء حاجة وما شبه في الحمام في أماكن الوضوء وأنا أسمع ما يحصل في المسجد من أذان وإقامة طارة لا أصل مباشرة أنا متوضي وأدخل إلى المسجد وهم في الرقعة الأولى أو الثانية أنا لم أسمع الأذان والإقامة هل يسقط عني الأذان والإقامة كما في الحالة الأولى كمن دخل إلى المسجد وانشغل بوضوئه أو بقضاء حاجتين ثم أذنوا وأقاموا وسمع الأذان والإقامة نقول لا سواء سمع 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 الإقامة أو الأذان أو لم يسمع هذا المكلف الأذان والإقامة ففي سقوط الأذان والإقامة للداخل في الجماعة التي أذنوا لها هؤلاء الجماعة وأقاموا وإن لم يسمع الأذان سمع أو لم يسمع فيسقط عنه الأذان من غير فرق في ذلك بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلا أو أنهم يصلوا بالفعل طبعا يعني شو منقول أي من غير فرق في ذلك بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلا أي أنهم يصلوا في الفعل منعقدة فعلا هذه الجماعة هلأ بالفعل عما يصلوا كما قلنا في المثال في الرقعة الأولى أو الثانية أو في شرف الإنعقاد أي أنهم يتهيأوا إلى الدخول في الصلاة ولم يكبروا إلى الصلاة فإذا دخل في الجماعة فيسقط عنه الأذان وصلوا أقاموا وأذنوا وهم في حالة تساوي الصفوف الإمام يستغفر ينتظرون الإمام ليكبر ليكبر وتدخل الجماعة فإذا دخل في الجماعة اصطفون فيسقط عنه الأذان وإن لم يسمع الأذان والإقامة كما لا فرق في الصورة الثانية وهي في شرف الإنعقاد عند مشارفة الإنعقاد نعم هذه المسألة نقرأها هذه الصورة من المسألة إن شاء الله سوية يقول الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع من غير فرق في ذلك بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلا أو في شرف الإنعقاد يعني عند مشارفة الإنعقاد كما لا فرق في الصورة الثانية بين أن يكون الداخل في هو الإمام أو المأموم إذن يقول كما لا فرق في الصورة الثانية هذه عند مشارفة الإنعقاد بين أن يكون الداخل في صلاة الجماعة هو الإمام أو المأموم فإذا جاء وقد أذنوا إلى الصلاة فيسقط عنه الأذان والإقامة مرة لا هذه الصورة شو عما تقول عما تقول لا تتوهم يريد أن يبين من خلال هذه الصورة أنك لا تتوهم أن هذه الصورة سقوط الأذان والإقامة إذا كانت الجماعة من عقد فعلا فواضح فيه إمام يأتمون به في صورة هيدي عند مشارفة الإنعقاد هون لا فرق الصورة بين أن تكون أن يكون القاضي مأموما أو إماما طالما هن يصطفوا وفيهم حدا من المؤمنين أقام وأذن وأقام والإمام تأخر قليلا ثم جاء الإمام مسرعا مجرد وصوله والطحق وتصدر الجماعة هذا يسقط عنه الأذان والإقامة لأنهم كد أذنوا وأقاموا وإن لم يسمع الأذان والإقامة أيضا الإمام حال حال المأموم من هذه الجهة في صورة مشارفة الجماعة على الإنعقاد سواء كان الواصل إماما أم مأمومان طالما أنهم أذنوا وأقاموا يستطيع أن ينضم إلى الجماعة ويسقط عنه الأذان والإقامة سواء سمع سمع هذا الأذان والإقامة أو لم يسمعهما لموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أي أذن ويقيم قال إن كان قد دخله ولم يتفرق الصف صلى بآذانهم وإقامتهم وإن كان تفرق الصف خلصة الجماعة فرأوا سلموا أبعاد وانتهينا أذن وأقام إذن هذه موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الثاني الداخل إلى المسجد قبل قبل تفرق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة فإنه إذا أراد الصلاة منفردا لم يتأكل له الأذان والإقامة بل الأحوط الأولى ألا يأتي بالأذان إلا سران ثاني الصورة الثانية الآن فيها تشعبات كثيرة لحن نبلش فيهم وحدة وحدة يقول أيضا وفي سقوط الأذان والإقامة الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة قبل ما تتفرق هذه الجماعة مع انتهائهم من الصلاة وصل هذا الإنسان وصل زايد على المسجد الجماعة انتهت سلمه ولكن لم تتفرق الجماعة أي قبل تفرق الصفوف شو بصير عنده فيسقط الأذان والإقامة يسقط عنه الأذان والإقامة وهذا أصل السقوط فإنه إذا أراد الداخل زاد الصلاة منفردا لم يتأكد له الأذان والإقامة شو يعني هذه العبارة شو معناته فسقوط الأذان والإقامة عنه ليس هو استحبابهما وليس أصل المشروعية أي ليس السقوط سقوط عزيمة لأنهما مشرعان في حقه وهما مستحبان له ولكن يسقط عنه مرتبة التأكد التأكيد فقط يعني نحن هون عما نقول وهذا أصل السقوط فإنه إذا أرادت داخل الصلاة منفردا لم يتأكد له الأذان والإقامة نحن ما إلا في الرجل عنده استحباب عام وعنده تأكيد في حقهما فبإلا سقوط الأذان والإقامة عنه ليس سقوط لاستحبابهما وليس أصل المشروعية أي ليس السقوط سقوط عزيمة لأنهما مشرعان في حقه وهما مستحبان له أيضا فلا يسقط عنه إلا مرتبة التأكيد فقط هذه من أن نلتفت لها لذلك يقول المصنف بل الأحوط الأولى استحبابا ألا يأتي بالأذان فيحق له أن يأتي بالأذان بل يستحب أن يأتي بالأذان وأما الإقامة ليس فيها احتياط استحبابي فيأتي بها فإذا أراد الإتيان هذا المكلف بالأذان لا يأتي به إلا سرا على الأحوط استحبابا هذا الأمر لمين فهذا بالنسبة للداخل في الصلاة منفردا لأن السقوط في حقه سقوط رخصة في مرتبة التأكد بمعنى التأكد لا سقوط عزيمة وأما إذا كانت داخل سورة تانية هذا داخل يصلي صلاة منفردة هذا حكمه أما إذا كانت داخل وأما إذا أراده وأما إذا كانت داخل مريد أراده إقامة جماعة أخرى فيسقطان عنه على وجه العزيمة ولا يشرعان في حقه ولا يحق لهم أن يأتوا بالأذان والإقامة طيب سيد السستاني حفظه الله تعالى يقول سواء كان سقوط الأذان والإقامة في المورد الأول بنحو التأكد أو كان في المورد الثاني بنحو العزيمة يشترط فيه هذا السقوط أمر معين الآن لح نتكلم عنه بعد أن نقرأ هذه الفكرة يقول وأما إذا أراده إقامة جماعة أخرى فيسقطان عنه على وجه العزيمة ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفان هذه العبارة لنتوقف عليها طيب أنا لما نحكي سواء كان السقوط سقوط بنحو التأكد أو كان السقوط لمن دخل وأراد أن يقيم جماعة سقوط بنحو العزيمة هذا السقوط له شروط يشترط في السقوط أيها الأعزاء أمور منها الأمر الأول وحدة المكان هذا أمر ضروري وأنا أدخل إلى مكان آخر والجماعة مقامة على بعض أميال فإذن الذي كان يقام فيه صلاة الجماعة ولم يحصل التفريق ما عندي تفريق مصر في تفريق بئة الجماعة أرفا فمعكون أحدهما في أرض المسجد فصلاة الجماعة التي انتهت ولم يتفرق صفوفها لهذه الجماعة والأخرى هي صلاة الداخل على سطحه يشكل السقوط مر الجماعة تقام داخل المسجد والداخل أراد أن يقيم الصلاة على سطح المسجد أراد أن يصلي في الخارج في جنينة المسجد في الباحة الخارجية مثل يكونوا عاملينها في الصيف يجلسون بها أحيانا أو يصلون فيها في الصيف أراد أن يصلي بها نقول يشترت وحدة المكان عرفا يعني هلأ هاي داخل المسجد المكان الذي يصلى فيه والذي انعقدت الجماعة فيه والتي لم تتفرق صفوف هذه الجماعة فيه أما أن يصلي على السطح فيشكل السقوط فلا يمكن أن نقول بالسقوط عند سماحة السيد فلا يسقط عنه الأذان ولا الإقامة لانصراف الأخبار الدال على السقوط يا أحبائي على المكان وحدة المكان عرفا ولأنها قاصرة في شمولها هذه الأدلة والروايات وهو مورد التعدد أي بمعنى أن لا يكون هناك وحدة مكانية فيبقى هذا الأذان والإقامة بالنسبة لهذا المقيم للصلاة المنفردة خارج المكان الذي يعد له وحدة عرفية قصة أو الباحة الخارجية تحت عمومات ما دل على استحباب الأذان والإقامة فلا يسقط عنه ماذا الأذان والإقامة فإذن خلاصة هذا الشرط يا عزيزي يشترط وحدة المكان ما عندي أدلة تشمل التعدد وما عندي أدلة نستطيع أن نوسع بها دائرة المكان نحن وحدة المكان هلأ يصلون في هذا المسجد هذا داخل المسجد إن دخلا بتشمل هذا الحكم أما أن يصلي على سطح المسجد أو يصلي في باحة خارجية أو في حضيقة المسجد رغم أنه يسمع الجماعة نقول هنا لا يوجد وحدة مكان عرفية والأدلة قاصرة في هذا المورد وهو مورد التعدد عن الشمول لانصراف الأخبار الأدلة الدالة على السقوط التي يفهم منها الوحدة المكانية الشرط الثاني أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة بيكون بعرف أني في هذا المسجد دائما إن أقيمت الجماعة كان هناك أذان وإقامة قصلات الجماعة التي انتهت والتي لم تتفرق صفوفها وقد أتوا بالأذان والإقامة لها فيسقط عنه الأذان والإقامة للجماعة الثانية هذا دخل على المسجد خلصت الجماعة جاء الشيخ جاء رجل طقي صالح وراه مجموعة وأرادوا إقامة من أول إذا إجوا على نفس المكان طالما عنا وحدة مكان طالما نحرز أن الجماعة الأولى جماعة رقم ألف قد أقاموا وأذنوا فيسقط عن الجماعة التي ستقام رقم اثنين رقم ب الأذان والإقامة فلو كانوا الجماعة الثانية التي انتهت ولم يتفرق صفوفها يعني رقم ألف تاركين لهما شو تاركين لهما كما يقول السيد فلو كانوا تاركين لهما للأذان والإقامة لإجتذائهما بأذان جماعة سابقة عليهم جماعة متقدمة عليهم وإقامتها فلا سقوط للجماعة الثالثة لأن الجماعة الثانية لم تؤذن لاعتمادهم يعني شو صار عندنا إن جماعة رقم ألف جماعة رقم ب هون الجماعة رقم ألف لما اجت فرقة رقم ب بدت قيم جماعة هي اعتمدت على الجماعة ألف على أساس هي أذنت وأقام ولكن عندما سألوا الجماعة رقم ألف لم تؤذن ولم تقيم من أنه لا بقولوا نحن اعتمدنا على الجماعة المتقدمة علينا رقم دال هن اللي أذنوا أقام إذن صار فيه فصل ما بين الجماعة رقم ب دال بألف هي ألف ما أذنت وأقام اعتمدت على دال فالجماعة الثالثة لأن الجماعة الثانية لم تؤذن لاعتمادهم على أذان وإقامة الجماعة المتقدمة عليهم فلا سقوط على الجماعة الثالثة فيأتي بالأذان والإقامة لهما إذن صار عندنا الصورة أول شيء وحدة المكان عرفا اثنين أن تكون إذا أجت مجموعة بدت قيم جماعة ثانية تكون المجموعة الأولى التي أقامت الجماعة في هذا المكان الذي له وحدة عرفية وحدة المكان لاشترتناها قد أذنوا وأقاموا بتقول لي لا مهني ما أذنوا ما أقاموا ولكن اعتمدوا على جماعة صبقت جماعة صلت الساعة وحدة دخلت جماعة رقم اثنين الساعة وحدة وتلت وجدوا هذه الجماعة ما زالت منعقد الصفوفة وقد أذنوا وأقاموا اعتمدوا عليها إجت مجموعة على الساعة الثانية بدت قيم جماعة في نهاية الجماعة هذه لا تستطيع أن تعتمد على مجموعة رقمتين لأن مجموعة رقمتين لم تؤذن ولم تقيم إنما اعتمدت على رقم واحد فيجب على التالت ولا يسقط بحق المجموعة الثالثة التي أرادت أن تقيم الجماعة أن تصلي بدون أذان وإقامة الشرط الثالث صار عندي وحدة مكانية صار عندي يا إخوان التالتي أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة لحتى تسقط عني التالتي الشرط الثالث أن تكون جماعتهم صحيحة أن تكون صلاة الجماعة السابقة صحيحة فلو كان الإمام فاصقا مع علم المأمومين به فلا يسقطان فلا يسقط عنه الأذان والإقامة لبطلان الجماعة حتى لو صلاتهم صحيحة فلا يترتب عليها أي أثر شوف الشرط الثالث دخل هذا الداخل أو دخلت مجموعة بدأت صلي نقول الشرط الأول أن تكون صلاة هذه الجماعة المتقدمة صلاة جماعتهم صحيحة فلو كان الإمام فاصقا والمأمومين يعرفون أنه فاصق بس انتابعين فلا يسقط فلا يسقط عنه الأذان والإقامة لبطلان الجماعة حتى لو صلاتهم صحيحة يعني صلاتهم الآن ما فيها خلل من حيث المحافظة على الأركان والشرائط نقول حتى لو الصلاة صحيحة طالما هو فاصق ويعلمون اختل شرط الجماعة طارت الجماعة كليتها إذن شرط الثالث أن تكون الصلاة صحيحة شرط رابع في المقام ما هو ويعتبر كون الصلاتين الداخل والمدخول عليهما أدائيتين وليست صلاة وليست صلاة قضائية وإلا إذا كانت داخل زاد الداخل بد يلتحب الجماعة يريد أن يصلي صلاة قضائية منفردة فإنه يسقط عنه الأذان خاصة عزيزي يصبت عنه الأذان خاصة للإقامة ولو كانت صلاة قضائية أيضا هذا الشرط الرابع نقرأ هذه الشروط يقول ويشترط نقطة هذا الشرط الأول في السقوط وحدة المكان عرفا وإن لا نستطيع التعدي إلى المكان الأماكن المتعددة لأن الأدل قاصرة عن شمولها ويشترط أيضا أن تكون الجماعة عليها الجماعة السابقة بأذان وإقامة فلو كانوا تاركين لهما لو كانت الجماعة السابقة تاركين للأذان والإقامة لاجتذائهم بماذا بأذان وجماعة سابقة عليها وإقامتها أيضا سابقة فلا سقوط مثل ما قلنا أن واحد اثنين ثلاثة الجماعة الثالثة اعتمدت على الثانية من قلهم يا عم الثانية لم تؤذن وتقيم لأنها اعتمدت على أذان الجماعة رقم واحد نقول للجماعة رقم ثلاثة لا سقوط في حقكم ويبقى الاستحباب على حاله وأن تكون جماعتهم جماعة وأن تكون جماعتهم صحيحة فلو كان الامام فاصقا مع علم المأمومين به فلا يسقطان ويعتبر كون الصلاتين ادائيتين الا اذا كان الداخل منفردا فانه يسقط عنه الاذان الخاصة ولو كانت صلاته قضائية وتبقى الاقامة على استحبابها نعم الشرط الخامس ويعتبر ايضا ويعتبر ايضا بشو في الصلاتين الداخل والمدخول عليهم اشتراكهما في الوقت بمعنى عدم تمايز الوقتين فلو كانت الصابقة عصرا واراد الداخل ان يصل للمغرب فلا يسقط عنه ماذا الاذان والاقامة لعدم الاشتراك في الوقت اذا يعتبر الاشتراك في وقت الصلاة والظاهر جواز الاتيام بهما بالاذان والاقامة في جميع الصور حتى في مورد السقوط العزيمة فيما اذا كانت داخل يريد اقامة صلاة جماعة اخرى برجاء المطلوبية بنية رجاء الامر المطلوب وكذلك يأتي بهما بنية جزمية لا بنية رجاء المطلوب اذا كان المكان غير المسجد لموثقة زيد الشهيد عن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام ان شئتما فليؤم احدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم فلا تشمل المصلي اذا صار عنا يسقط الاذان والاقامة جميعا الاول الداخل في الجماعة التي اذنوا لها واقاموا الثاني الداخل الى المسجد قبل تفرق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة فاذا اراد الصلاة منفردا لم يتأكد له الاذان والاقامة وانا يشترط في السقوط شروط اربعة وحدة المكان عرفان اثنين يشترط ان تكون الجماعة السابقة باذان واقامة تليتي ان تكون صلاة والمأمومين يعلمون بذلك ايضا فهذا الامر لا يجزي وايضا يعتبر ايضا الاشتراك في الوقت الفعلي فكما يقول ويعتبر ايضا اشتراك بمعنى عدم تمايز الوقتين فلو كانت الصابقة عصرا وارادت داخل ان يصلي المغرب فلا يسقطان يعني كانت الصلاة السبعة ما صلي وقت العصر خلصت وبعدها ملتم الجماعة هو اراد ان يصلي المغرب فلا يسقطان والظاهر جواز الاتيام بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية وكذلك يستطيع اذا كان المكان غير المسجد ان يأتي بهما بنية اعام من نية رجاء المطلوبية بنية جزمية لانه بطل عندي لانه هذه خصوصية للصلاة في المسجد الثالث اذا سمع شخص اخر يؤذن يأتي وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد المترجم للقناة